موسيقى خذها قاعدة السلام الداخلي في تصغير الصراعات الصراعات في كل مكان وفي كل وقت هذه حاليا طبيعة الحياة حتى إن وجدت أتلانتس ستوجد الرقة إذا وجدت الجنة ستوجد النار إذا وجد المسيح الدجال سيوجد المسيح إذا وجد الملحمة سيوجد المهدي خير شر ليش؟ ما أعرف هو هذا الحاليا الموجود في الوعي الجمع البشري هل يمكن تغيير هذا الشيء؟ ممكن لكن حاليا نحن نتعامل مع هذا التيار الضخم يعني اللي هو قانون موجود الآن في الأرض في الكون في البعد اللي حنا عايشينا هل نستطيع كبشر أن نحدث تغيير على قانون؟ نستطيع كل شيء قابل ماذا مسألت ممكن ونستطيع فالجواب نعم لكن أنت الآن تتعامل مع تيار ضخم هل يستطيع شخص أن يغير دولة بكاملها بكل مواطنيها؟ والله ممكن يعني لكن الموضوع كم يحتاج من الوقت؟ يمكن يعني مثلا تسعة آلاف سنة وكم يحتاج من الطاقة والجهد يعني طاقة كبيرة وجهد كبيرة فهو أنت تتعامل مع الموجود ومع الممكن فدائما هل تستطيع؟ نعم تستطيع السؤال وكم ستستثمر؟ يعني مثلا هل تستطيع أن تصبح مليونير؟ ما في أحد في الدنيا من السبع مليارات أنه ما يستطيع يصير مليونير ما فيه مهما كانت قلة إمكاناتها العقلية والاجتماعية والنفسية السؤال هو هل تود أن تستثمر في هذا الموضوع؟ أو لا تستثمر يعني علمك تعلمك متابعتك تركيزك هل عندك الاستعداد أم لا؟ فهنا تسأل كم عندك من الاستعداد؟ فهلا إحنا عندنا مثلا هل أنا شخصيا عندي الاستعداد أنا أضبط التايم لاين مع البشرية وكلا هل أستطيع؟ الجواب الحقيقة أنا أؤمن بها شيء أني أستطيع يعني لكن أحتاج يعني بحدود تقريبا 22 ألف سنة ويعني طاقة ضخمة وأن أنا أجمع الآن جموع يعني على الأقل 20-30 ألف شخص صادق يريد أن يحدث تغيير إيجابي الموضوع يعني استثماره خاسر بالنسبة لي فلذلك طيب إيش أعمل أمام هذا التيار الضخم يعني؟ أن أعمل بالتركيز المنطقة اللي أنا أريدها وبالبيئة التي أريدها فبدلا من أن تواجه الدجال وتنتظر المسيح أنت إنشئ البيئة الخاصة فيك فطبيعة الوعي الجمعي حاليا هو هكذا فيه دائما شيء وشيء معاكس وعلى فكرة هم يغذون بعض يعني كل ما زاد الشر زاد الخير إذا تذكر هذه النظرية نتحدث عنها في القناة فتستطيع ترجع شوي حلقات سابقة لما شرحت هذه نظرية الويفز هذه أو الموجات كيف أن كلما اعتلت الموجة مالت الشر أيضا اعتلت موجة الخير فيعتبرها موجة راحة فوق ونازلة تحت الفوق هو الخير مثلا وتحت هو الشر فكلما زاد الخير أيضا نزل الشر فهي اليوم مثلا هناك صراعات كثيرة وحروب ومعانات كبيرة لكن اليوم الفرص أكثر مما كانت قبل خمسين سنة ومئة سنة بالنسبة لمن يريد أن يعتلي أيضا الموجة يعني اليوم ناس حتنزل أكثر في الموجة السفلة وناس حتصعد أكثر في الموجة العليا انت تركز على ما تريد انت تركز على الجنة على أتلانتس وبلاش المسيح والمهدي بليز خل القوة بيدك مش خارجها لما تضع القوة خارجك يعني تنتظر مسيح ولا تنتظر مهدي فأنت أخرجت هذه القوة من يديك انتظر بارك الله فيك في ناس قاعدين صارهم سبعة آلاف سنة ينتظرون لكن إذا أنت تركز على ما تريد أن تصنعه في بيئتك فهذا الموضوع بيدك انت لا ما عندك كنترول على المسيح ولا عندك كنترول على المهدي ولا أي فكرة من هذا النوع اللي هي تنتظر شيء ما عندك كنترول ولا تستطيع تقول لخن مهد وانعد وانجهزك عد وجهز بس مو بكيفك القرار مو بيدك لما هو يقرر أين كان أو هو يعني لكن لما تقول أنا ولا بصنع أتلانتس ولا بصنع بيئة ولا بصنع بيت جميل ولا بصنع صداقات جيدة هذا موضوع بيدك انت تستطيع تحقيقها تستطيع تشوفه في حياتك الذين انتظروا المسيح والمهدي ما رأوا في حياتهم قليلين فقط اللي رأوا المسيح لما كان ظهر وقريلين اللي رأوا المهدي إذا كان ظهر أو إذا كان سيظهر قليلين فقط بقية البشرية لا يرون لا مسيح ولا مهدي ولا غيره ولا حتى نبي من الأنبياء لكن كثيرون هم الذين صنعوا جنة وهم في الحياة كثيرون هم الذين صنعوا أتلانتس يعني معناها بيئة كبيرة شوي متواجدة في مجموعة من الناس وهم في الحياة في حياتهم رأوها في حياتهم ما انتظروها أنت تريد ذلك لكن الصراعات أيضا شغالة هناك بندولات في الحياة شغالة إحنا اليوم الآن نمر في صراعات ما نعرف إحنا إيش نسوي طيب إحنا صرنا كشعوب يعني سوري بس إحنا كشعوب صرنا أوعى من حكامنا يعني بدينا إحنا نقول لا ما عليش يا جماعة هدوها وتهون شدة وتزول يعني ما عليش كلنا شعوب متحابين وكذا إحنا بدينا بدأ الليبي الآن حاب المصري والمصري حاب الليبي ومو داخل في الصراع اللي داخله فيه الحكومات ولا القطر يحاب السعودي والسعودي يحاب القطر والإمارات يحاب القطر والقطر يحاب الإمارات مو راضي يدخل في الصراعات الشعوب الآن نضجت من فكرة أنه صراعات 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 وإحنا كلعبة الشطرنج لا هنا في الحقيقة نقول الله يوفقكم إن شاء الله ويعينكم ويصلح ذات بينكم لكن نحن كشعوب لن ندخل هذا الصراع طب كيف نتعامل مع الصراعات بشكل عام سواء كانت بين الدول ولا بين الشعوب ولا غيرها تمحة تسلم في واحد والله ولا هم لا قطر والسعودية ولا مصر وليبيا والله هم الجار اللي مأذي حياته يوميا ولا الزوجة اللي مطلعة معرفش عيش ولا الولد اللي مش مسوي فيها ولا هو يعني اهتمامه هنا هنا أيضا في صراع صراع كان صغير صراع كان كبير هي صراعات دعني أعطيك أربع استراتيجيات أنا أسلكها شخصيا في التعامل مع الصراعات التكتيك الأول هو أسميه المراقبة تسلك هذا التكتيك لما تكون معظم الأمور خارجة عن إيدك فأنت بصراحة مش بإيدك الكثير فهنا الأفضل أنك أنت تراقب يعني تنظر في الأحداث وتراقبها بكل هدوء وتنتظر فقط ما تسوي شيء ليش؟ لأن معظم الأمور أو كل الأمور خارجة عن إيدك أنت مش بيدك أي شيء أنت الآن لا سمح الله مثلا مسجون في مكان ما فأنت بصراحة مش بيدك الكثير أنت مسجون ما بيدك شيء شو تسوي تراقب؟ تتأمل تسترخي تنوي النواع طيبة ترفع من ذبذباتك فقط هاي المراقبة أنت تمر الآن في حدث وما عندك عليه كنترول كثير تراقب المراقبة ستؤدي في النهاية إلى جلب الأفضل بالنسبة لك في مثل هذا الظرف خليك منتبه ترى التكتيك هذا لو استخدمته في مكان ثاني ما يشتغل لكن هو يشتغل هنا عندما تكون الأمور خارجة عن إيدك ما تستطيع تعمل شيء إذن إيش؟ مراقبة يعني تفوض الأمور تتوكل تخلي الأمور كذا بس يعني كول وجست وبزيرفين فقط تراقب تكتيك الثاني أنا مسميه تكتيك التسخيف الأمر متفلت تماما ومش بيد أحد تقريبا في ناس قاعدين يتصارعون يضاربون انت سخف من الأمور إذا كنت اليوم كنت متابع معنا في تويتر وانت شفني كيف أنا قاعد أسخف الأمور تسخيف هذه طريقة جيدة جدا بس المهم أنك أنت تعرف متى تستخدمها أيضا مثلا تسخيف غير التهكم هناك فرق لما أنا أسخف أنا أسخف الموقف لما أتحكم أتحكم بالناس بالآخرين فأنا ممكن يكون في ظرف الآن حاصل بين الإمارات وقطر ولا بين السعودية وقطر ولا بين ليبيا ومصر وكذا وأنا أسخف الموقف يعني لكن أنا لا أستحقر الشعب ولا حتى أستحقر الحكومات ولا أستحقر الأشخاص فيذلك هذا فرق بين أنك أنت تسخف الموقف وبين أنت تستسخر من الناس لا أنت يصير لك موقف الآن وكذا وتشوفها تسخفه لما ابنك يزعى ومجين وكذا تقوم أنت تسخف سخفتها ومسكين يائب يشكي ودراما وأنت سويتها شيء سخيف كذا والأمور خلاص تهدى وتعمل أنت تستنجوش مثل ما يسميها زيلند للبندول هذا خلاص أنت تطفي هذا البندول بهذه الطريقة تكتيك الأول قالنا أنه أنت تراقب لأنه ما بيدك شيء تكتيك الثاني تسخف لأن الأمر أصلا ما يستحق وفالت ولا يحتاج حتى الاهتمام فأحول إلى نكتة ونخلص واحد ضرب أمير المؤمنين بذاك الوقت هذا الخليفة عمر بن أبعزيز فمر وصدم برجلة كذا بدون ما يقصد يعني الأمير فقال له أعمى أنت فقال لا الحمد لله يعني مو أعمى مفتح فقام الوزير والمعال كذا أراد أن ينهى الرجل فقال دعه ما سألني أعمى قلت له تعموض بس أعمى لا تعموض معلش يسمح لي كذا بس واحد في الطريقة قال يا حمار طالع نفسك عندك ذيل عندك إذن كبيرة لا ما عندي إذن كبيرة ما عندي ذيل الحمد لله أنا مو حمر فسخف موقف سخيف لا تعطي واحد تصرخ بالشارع وقال شوي بيبي شوي زعلون زعلون خلاص أنت تسخف طبعا مو الضرورة تقولها أمام وجهه قد هذا يثيره لكن أنت خلاص أنت سخفت الموقف لأن الأمر ما يستحق فأنت تلجأ إلى تكتيك أيش التسخيف التكتيك الثالث وهو تكتيك تصغير هذا في معظم المواقف تبي تسلكها تصغير وهو أن بعض الأمور بيدك وبعض الأمور مش بيدك نفرض أنه الآن كبرت الموضوع الزوجة أو الزوج كبر الموضوع أو المسؤول في العمل أنت تحاول خلاص إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب إن شاء الله الأمور طيبة خلاص خلاص حقك علينا صخرت الموقف وكان موقف أنت يا أخي ما أنت فاهمة خلاص إن شاء الله حفهمها وما يصير خاطر كله طيب وصخرت الأمر الآن فالطاقة ما عاد لها ما يغذيها لأن أيش اللي يغذي هذه الطاقة الإنفعال نفسه إذا فعلت أنا كذا بس إذا أنا تفاعلت عادي هنا أنا أخي قدرت احترمت الشخص كذا ثم صغرت الموقف واللي يخوفونك ويزعجونك وكذا غالباً إلجأ إلى هذا التكتيك إنه هو التصغير صغر الموقف لأنه تجعل الناس يخوفونك أو يحددونك أو معك دائماً صغر الموقف التكتيك الرابع وهو حرفة الناس اللي عندهم معي مرتفع شوي إنه هو إعادة توجيه أنا أحب هذه الطريقة أحب أن المواقف قاعد تحصل كذا وأنا أعيد توجيه التايم لاين أعيد توجيه الطاقة سواء كان في البيت أو كان في العمل أو كان في التويتر أو كان في الموضوع أعيد توجيه الطاقة احترف هاي الطريقة هاي الطريقة جميلة ليش؟ لأنها تعمل دائماً من صالحك أنا أزعم إذا كنت تملك هذه التكتيكات الأربعة تقريباً تقريباً ما رح يدخلك بندول في مجاله إذا تملك هاي التكتيكات الأربعة خلني راجعهم معكم مرة ثانية لأنه حيجينا في التمريل نحفظ جربالك انتبه هذا موضوع مهم واحد المراقبة لما تكون الأمور خارجة عن إيدي خلاص أنا قاعدة أراقب ثانياً التسخيف لما تكون الأمور أصلاً سخيفة فأقوم أنا أسلك طريقة التسخيف أو التنكيت أو التلطيف بشرط أن هذا ما يزعج الطرف الثاني ولا يسخر من الطرف الثاني الثالثة هي طريقة التسخير لما بعض الأمور عندي بعض الأمور مش عندي فأنا حاول أصغر الأمور وحتى لو كانت عندك الأمور كلها أيضاً التسخير هذا في العقية لازم يكون تكتيكك يعني أو الرابع وهو إعادة التوجيه فالثالث والرابع لا ألاحظ أنه عندك الكنترول الأول والثاني أنت ما عندك الكنترول أو ما عندك الاهتمام فهذه أربع تكتيكات في موضوع مواجهة الصراعات دعني أعطيك إضافة إلى ذلك أنا أسميها استراتيجية وقاية أنا أسلكها من سنوات هي استراتيجية مطمئنة واحد رتب أمورك اثنين خذ احتياطاتك ثلاثة عش لحظاتك خلي أعطيك مثال الصراعات الإقليمية الآن الصراعات الإقليمية هما ليش مش خايفين المسؤولين وكبار القوم وكذا مش خايفين أقولك ليش مش خايفين؟ ما عندهم مشكلة عندهم شقق في أوروبا وعندهم أراضي في آسيا وعندهم عقارات في أماكن أخرى في أمريكا في حال صار أي شيء على طول هما مأمنين نفسهم فهم مطمئنين نسبيا أنت مأمن نفسك ولا مش مأمن نفسك؟ مرتب أمورك ولا مش مرتب أمورك؟ من عذر أنت قاعد تقلق لابد أن تضع استراتيجية مطمئنة أنا حسيت في هذا الموضوع من 15 سنة تقريبا قلت أمور الوطن العربي مو ماشي صح وشكلها بالتيار والمسار اللي حين كذا ما حتم شي صح ليش؟ لأن garbage in garbage out ما تحمله من قناعات سيتولد عن نتائج فلذلك أنا متوقع هذا لا يعني أن العرب سينهارون لا بالعكس هم في الحقيقة في الطريق سيتحسنون لكنها لن تمر بطريقة سلسة السبب ما يملكون هذه العقلية ولا الفكر أنت تقدر تتنبأ بسهولة من وعي أي إنسان أو من وعي أي جماعة أو من وعي أي دولة أو من وعي أي أمة وين متجها هي في المستقبل بكل سهولة لو عرفت هذه المعادلة وفهمتها الصح أنا فهمتها من سنوات وكذا فرتبت أموري فخدت احتياطاتي فرتب أمورك مثلا أنا ما عرف إذا كان هذا يطمنك ولا لا بس أنا بالنسبة لها نظرت لها كذا أنا قاعد أنظر مثلا أنا عندي رسالة ورسالة هذه أبيها تمشي أنا ما أضمن الحكومات العربية أي واحد ممكن يوقف عملي في أي دولة عربية بما فيها الكويت يعني اللي هي أكثر الدول ديمقراطية وحرية ويعني الفرد فيها ينعم في خيارات وحرية ومع ذلك أنا والله ما أضمن ما أضمن الكويت وقف رسالتنا وشغلنا وكذا يجي واحد يعني لا يفهم ولا كذا ولا يجي نائب يصر مثل ما حصل من قبل وكذا وتدخلت الدولة وتدخلت الداخلية وقفت كم يعني نشاط فأنت ما تضمن ما تضمن لا دولة من الدول العربية تعطيك هذا الأمان فإذا أنت صاحب رسالة فأنا صاحب ما أضمن فأنا خدت احتياطاتي أماكن مثلا ووفرت تراخيص في عشر دول ووفرت أماكن في خمس أو عشر دول ووفرت بيئات في حالة أن اضطربت بيئاتنا نستطيع أنا ومع من أحب أنا نذهب إلى كذا إذا تريد أن تشاركنا في هذه الأفكار أهلا وسهلا ستطرح عليك في القناة بعد فترة وتستطيع أن تشارك فيها سواء كانت كعمل تطوع أو تواجدي أو عملي أو كذا تستطيع ثم بعد ذلك عيش لحظاتك يعني أنا رتبت أموري قدت احتياطات خلاص أنا عايش لحظاتي لو الأمور مشت طيبة الحمد لله وخير وبركة ما مشت إن شاء الله ماخذين احتياطاتنا بقدر ما هو مطلوب منه وباستطاعتنا في ذلك استراتيجية مطمئنة يعني ترتب أمورك تاخذ احتياطاتك تعيش لحظاتك الكنترول في أن تكون الصراعات هي خارج دائرة التأثير عليك يعني لا تتأثر يعني قد تتفاعل لكن لا تنفعل وتعيد التوجيه دائما وتستفيد هذه الذكاء يعني الأمريكان عندهم مقولة مصائب قوم عند قوم فوائده وفوائده قوم عند قوم فوائده يعني هم مستفيدين مستفيدين تصير عندك مصائب مشاكل يبيعونك سلاح تصير عندك أمان وكذا يبيعونك فرانشايز فهم بالنهاية مستفيدين مستفيدين هذه عقلية الاستفادة يعادة التوجيه فأنت دائما حط عندك هذه السياسة استفد من هذه الممارسة التي هي كيف تعيد التوجيه دائما وتستفيد احترف التصغير للصراعات والتكبير للمهمات هذه مسألة يغفل عنها الكثيرين لأنه إذا تذكر في واحدة من القواعد ذكرناها في سنوات سابقة يعني إذا انشغلت في توافه الأمور ما عاد لك في حياتك مكان للعضاء فيذلك المنشغل في التوافه ما ترك مساحة للعضاء فيذلك احترف التصغير للصراعات والتكبير للمهمات خلنا أعطيك مثال اليوم في العمل أسمع زيد وغدير قاعدين يتناقشون زيد وغدير هما ماسكين عندنا الـ IT في الشركة ومنشغلين في موضوع البرنامج لا لا بس إذا دخلنا الموضوع لازم نحط له الانبوت الفلاني لا بس هذا يطلع طيب كيف نحط المسألة طيب كيف نعمل الـ HTTPS هذا كيف طيب كيف ندخل وهم داشين في عمق مسألة في برنامج بسيطة أنا طلبتها منهم بعدين جيتهم زينة وقامت تناقش معهم أوكي لازم نحطها كذا ونسوي كذا طيب لا بس ما يخدمنا كذا ما يكون آمن كذا لا ممكن يكون يتعرض للهاكن كذا لمعربة وهم قاعدين يناقشون هذا الموضوع في مسألة بسيطة وتفصيلية أنا لفيت وجهي وحمد ربي الحمد لله هذا الفريق الصح اللي هو مشغول في الدقائق مشغول في هذا الأمر الصح في المهمة هم مشغولين في المهام لأنه إذا كنت مشغول في مهام دقيقة كذا لإنجاز المهمة العظيمة فهذا هو الصح الكبار مشغولين في التفاصيل الضايعين مشغولين في الهاشتاغات الكبار يصنعون منتجا وعملا التائهون يصنعون ترندات كل اللي موجودين بالهاشتاغات والترندات هم مادة مستخدمة من قبل ناس هم قاعدين يثيرون هذه الفتن أو ما عرف شيش هم المطالبات أو أي أن كان وكذا بس هم مادة عندهم يعني هم يستخدمونهم بدل ما يستخدمون يعني رجل آلي هم هذا بالنسبة له يشتغل بل ويشتغل بحماسة بعد يعني وكذا ممكن يشتغل أكثر من رجل آلي فالسياسة هي أنك أنت تنشغل بالمهمة تنشغل في الإنتاج بينما الأمور والصراعات وكذا بالنسبة له كثير عليها أن نعطيها شوية تسخيف نعطيها شوية تصغير نعطيها إعادة توجيه فقط خلنا ناخد تمرين يوضح هذا المعنى أوكي التمرين هو خذ أمر شاغلك حاليا قد يكون أمر عام الخلافات اللي صارتها بين الخليج والخلافات اللي صارتها بين مصر وليبيا ولا ما يعرفش أيش كذا أو يعني هو أمر خاص جارك اللي ما يعرفش إيش ولا زوجك اللي ما يعرف كذا المهم شيء كذا يعني صغير أو خاص أو شيء كبير بس هو بالنسبة لك الآن شاغلك فهو ما يهم سواء كان الحرب شاغلتك أو كان الجار شاغلك هم في الحقيقة نفس الكمية من الانشغال فما فرق يعني عارف كيف أختار أمر شاغلك الآن وأبيك تحدد له كيف ممكن تطبق التكتيكات الأربع معه يعني كيف حتطبق مع هذا الأمر الأربع تكتيكات اللي تكتيك المراقبة تكتيك التسخيف تكتيك التصغير وتكتيك إعادة التوجيه بس اكتبها حط هذا الموضوع في خانة وعامود وبالعامود التالي اكتب أربع طرق كذا إذا احترفت هذه الطريقة ممكن تكتب أمر ثاني شاغلك وتحط له أيضا الأربع طرق بعد فترة عقلك اللاواعي راح يقول آه تبيني أتعامل مع الصراعات بهذه الطريقة ويبدأ يفهمها وخذها قاعدة السلام الداخلي في تصغير الصراعات اشتركوا في القناة